السلام عليكم كيف انتموا لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوات مع ايمان صليوا علينا بكيف ملعدة عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراحات اللي غاد نتقسم معكم اليوم افكار سهلة وسريعة نتمنى تنال الاعجاب ديلكم والاستحسان ديلكم تقدروا تحضرهم او تحضروا اللي يعجبكم منهم لفطور اليوم يعني تاخدوا افكار اللي بغيتون تومها كيف ما اذكرت معكم غدي نحضر معكم اطباق اللي هي سهلة سريعة مكونات اللي هي بسيطة وكيجيوا لددين بالساف من زيتش نطول عليكم كتر ندوز نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيف ملعدة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله اول حاجة غدي مدفت تحضير دياله هي التحلية كيف ملعدة اخذت واح الكأس ديال الماء المغلي ضفت لوكيس من قهوة سريعة الدوابان وغدي نضيف واح الملعقة صغيرة من السكر وهناي غدي نحتاج بسكوي غدي نستعمل هاد لبدوان او هاد البيسكوي هاد الاصابع ديال البيسكوي تقدروا تستعملوا اخواتي البيسكوي العادي مثلا بسكوي ماريا او اي نوع ديال البيسكوي متوفرين عليه انتوما سفي غدي ناخد هاد الاصابع ديال البيسكوي وغدي نقطعهم كيفما كتشاهدوا معايا فعناي غدي نحضر واحد تحلية على شكل تيراميسو او نقدر نقوله تيراميسو ديال تراوش سهلة وبسيطة بدون ماسكربون بدون بيض هانتوما غدي تشاهدوا معايا وكي جي رائع هاد التحلية كتجي رائعة اللي دا بزاف اخواتي خديت هاد القطع ديال البيسكوي كندوزن في ديال القهوة اللي حضرت معاكم وكنوضع واحد طبقة في الكؤوس ديالي طبقة الاولى من بعد غدي نتقل باش نحضر معاكم التحلية او الكريمة غدي نحتشفيها عندي نصف لتر من الحليب 40 جرام من الدقيق الابيض اي الطحين ما يعادل ملعقتين كبيرتين 60 جرام من السكر الخشين السكر يبقى على حسب الضوغ ما يعادل ثلاث ملاعق كبير علبتين من زبادي اي غورت او ضنون انا استعملت بنكهة الفانيليا واستعملت زبادي اي غورت اللي كيكون كريمي اي ممزوج يستحسن اذا توفرتوا عليه عندي 30 جرام من الزبدة ما يعادل واحد ملعقة كبيرة تكون مملوئة جيدا وجوج ديال الاكياس من السكر مناسب بالفانيليا بغيت هاد الكريمة نجيب منكها مزيام بنكهة الفانيليا اذا ما كتعجبكم ش انتو منك هاد الفانيليا اذا ما استعملوا اي نكهة في الزبادي اي غورت او ضنون ديالكم هنا في إناء فرقت نصف لتر الحليب مع ملعقتين كبيرتين من الدقيق اي الطحين وكذلك ثلاث ملاعق كبار من السكر الخشين والسكر كيفما تسمعكم كيف يبقى على حسب الحلاوة اللي تبغيون انتوما كنحرك الكل جيدا بالنسبة للزبادي اي غورت وكذلك الفانيليا والزبدة حتى من بعد عاد كنضيفهم خديت الإناء ديالي على نار متوسطة مع الاستمرار في التحريك من اللي كتبدا تغليلي الكريمة وكتبدا تغليلي الكريمة وكتبدا تعمل فقاعات حنا مستعملين الدقيق فملي كتبدا تعمل فقاعات كان نستمره في التحريك حتى كتبز واحد دقيقة بجدك الدقيق يطب مزيان وما كيبقى في ذلك المضاق دياله صافي هناك كيفما شاهدتم عيا ضيف ديك الملعقة كبيرة من الزبدة ما يعادل ثلاثين جرام غادي نحيي الدبا الإناء ديالي فوق النار وغادي نزيد او غادي نضيف باقي المكونات غادي نضيف هاد الجوج ديال الأكياس من السكر المنسب بالفاني وكذلك ديك العلبتين من زبادي اي غورت او ضانون بنكهات الفانيليا الوزن ديال العلبة اللي استعملت انا هو مية وخمسة وعشرين جرام تقدروا كذلك اخواتي تستبدلوا هاد الزبادي بالكريمة السائلة او الكريمة ديال الخفق او الكريمة السائلة كتجير رائع وكتوتى بزاعة هذه هادло وضع طبقة رقيقة فقط فوق البيسكويت وضع طبقة الكريمة فوق طبقة الكريمة بسيطة وإنما الديدة وعوض الدقيق اي الطحين اللي استعملت انا في الكريمة تقدروا تسبد الوهب بنشط دراء اي ميزينة بالنسبة الاخوات اللي مكيف يمشي الطحين في الكريمة فتقدروا تسبد الوهب بنشط دراء اي ميزينة نفس الكمية غدي يتعملوا سفي غدين الصامر هنا غدي نوضع الطبقة التانية من هاد البيسكويت هادا اللي كان فزقو او كان شيخو او كان سقيه شوية بهاد القهوة عاد كان وضعه التحليه كتجي منكها بمضاق القهوة وبذيك الكريمة اللي كتجي لديدة بزاف غدي نستمر اخواتي كيفما اذكرت معكم حتى انسى للكيميا اللي عندي كاملة دي الكريمة بغيتوا تعملوهم على شكل عائلي يعني مول اللي هو كبير فاتعملوا نفس الطريقة غير هو البيسكويت دي لكم بلا ما تقطعوه الى قطاع صغارين سافينا من بعد مسالية الكيميا اللي عندي كاملة وضع الطبقة دي الكريمة فوق مننا طبقة دي البيسكويت غدي نزيد طبقة الاخيرة كمية بسيطة دي الكريمة فقد نحاول نوزعه غير باش نغطي هذا البيسكويت هذا سافينا من بعد ما وزعت الكريمة على طبقة رقيقة على ديك البيسكويت اخر شيء اللي كيبقى للتزيين هو هاد الكاكاو اللي غدي نغطي به الطبقة كاملة من الكاكاو اني استعمل الكاكاو المر اي الكاكاو الخام تقدروا تستردلوه او تستعملوه او تستعملوه غير كاكاو الحلول اللي كي يتناولوا الاطفال دينا في الفطور وكتكون هادية التحلية دي اليوم كتجي رائعة نتمنى انكم تجربوها بسيطة وانما الديدة انتقلوا باش نحضروا الشربة الشربة دي اليوم غدي تكون شربة الدجاج بالخضر عندي تقريبا ثلاث حبات من الطماطم مطيشة لقشرته حييت للقشر دياله حبتين متوسطتين من البصل اذا استعملوا بصلة كبيرة استعملوا غير حبة وحدة وعندي كيميا دي المعدنوس اي البقدونس وكميا دي الكرافس سافي غدي ناخد هاد المكونات كاملين غدي نطحنهم انا غدي نطحنهم فهذا هاد اذا ما توفرتوش على الالة الكهربائية قطعوهم غير صغارين عشوائيا ووضعوهم على الخضروات ديالكم من بعد غدي نطحنوا كل شي يعني حتى الخضرة غدي نطحنوها من بعد صافي بعد مطحن هاد المكونات مزيان غدي نوضعوهم في الطنجرة ديالي ناخد الطنجرة نوضعها على النار وبالنسبة للخضروات اللي غدي نستعمل انا عندي هنا واحد حبة ديال بويرو اي البورو او الكراث وكذلك غدي نحتاج عندي حبة ديال بطاطس اللي قطعتها صغيرة حبة من اللفت استعملت غير واحد حبة متوسطة ثلاث حبات من الجزر خزو اي جعدة واحد حبة متوسطة من القرع الاخضر بالنسبة للخضروات استعملوا اي نوع ديال الخضرة اي خضرة استعملتو فهي مفيدة واي نوع ممتوف فرنش علي استغنو عليه رجعت من الطنجرة ديالي اللي كنت وضعت في هذي البصل والطماطم والكرافوس والبقدونس زيت لكيميا ديال زيت النباتية والملح الكافي اللي كيبقى على حسب الضوق نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود اي لبزار ملعقة صغيرة من الزنجبيل اي سكنجبير نصف ملعقة صغيرة من القرفة ونحرك الكل جيدا ونزيد نصف ملعقة صغيرة من سمن سوف نخلي هاد المكونات شوية يتقلوا مع بعضي ثم من بعد غدي نزيد الخضروات كيف ما اذكر سمعكم اخواتي اي نوع ديال الخضرة ممتوفرينش علي في حال مثلا اللفت تقدروا تستبدلوها بالكرومب حتى هو كيجي رائع انا في الغالب كنستعمل الكرومب يعني ما كنش عندي اي الملفوف ما كنش متوفر على اللفت فكنستعمل عواض اللفت الكرومب اي الملفوف سافهنا بعد ما خليت الخضرة ديالي شوية تقلت ضفت الكمياء ديال الدجاج اللي كتبقى على حسب الكمياء اللي بغيتونتوما ضروري اخواتي الخضرة ديالنة كنقلواها مزيان فا اي شربة غدي تحضرنتوما ضروري الخضرات ديالكم تقلوهم على الاقل 1-5 دقائق يعني تقلوا مزيان عاد كنضيفو الماء الماء الكافي اللي غدي تطيف فيه الخضرة و الماء الكافي اللي غدي تتحضرنتوما الكمياء اللي غدية تبغيون انتوما ديال الشربة سافه خليت الشربة ديالك تتيب على نار متوسطة وغدي انتقل بش نشرمل معاكم عندي أجنحة ديال الدجاج اللي هادين طيب Collins نضيف الملح 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 الم من الفلفل الأحمر أي البابريكا وعندي بودرة ديال البصل إذا ما توفرتوش على بودرة ديال البصل غادي تاخدوا واحد بصلة صغيرة حكوها أي بشرها وحيدوا لديك المدينة ووضفوها للتوابل ديالكم ضفت كذلك نصم العقة صغيرة من بودرة ديال التوم وعندي هنا يا الأعشاب المنسمة أنا استعملت الصحتر وأزير والحبق أي زعتر إكليل الجبل والريحان استعملوا أي أعشاب منسمة تبغيون تومها زيت كمية بسيطة من الزيت ونحرك الكل جيدا ونأخذ الأجنحة ديالين وضعوهم في الصفيحة أو السينية ديال الفرن ونغطيهم بالبلاستيك غدائي نخليهم حتى نبغيهم بعد ندخلهم للفرن واحد نصف ساعة ما كياخدوش في الزف ديال الوقت أخواتي ديال الطياب كياخدو نصف ساعة حتان خمسة واربعين دقيقة على حسب الأجنحة اللي غدي تستعملون تماكينا أجنحة ديال الدجاج كيكونوا كباري فكياخدو واحد خمسة واربعين دقيقة ديال الطياب يعني هنيا غدي نغطيهم بالبلاستيك غدائي نخليهم جانبا حتى يقرب أدى المغرب تبقى واحد الساعة عدد دخلهم يطيبون هنيا غدي ناخد حتى البطاطس ديالي اللي غدي نوضعها في الفرن بالنسبة للبطاطس تقدروا تسلقوها إذا ما بغيتو شي طيبها في الفرن يعني مباشرة طيبها في الفرن فغدي تسلقوها أو تسلقوها نصف سلقة ومن بعد دخلوها للفرن كنغلف أو كنغطي البطاطس ديالي بالورق ديال الطبخ من بعد بورق ديال الألومونيو دخلتها في الوسط ديال الفرن النار من الأعلى ومن الأسفل على درجة حرارة 220 درجة وكنخلي البطاطس ديالي حتى كتب رجعتنا الشرباء من بعد ما طبوا لي الخضرات ديالي فأنا الخضراء كنحاول نقطع صغيرة باش بسرعة كتبوا ما كتفقدش الفوائد دياله حيت القطع ديال الدجاج كيف مشاهدتهم معايا وغادي نطحن هاد الشرباء مزيان بغيت انتما شربة اللي كتكون فيها القطع ديال الخضراء بينها فكيبقى لكم الاختيار قطعوا الخضراء ديالكم صغيرة وخليوا الشرباء ديالكم هيدك بالقطع ديال الخضراء انا كنبغيها مطحونة فكنت طحنة مزيان وهناي اخذت كمية ديال الماء وضعت فيها ملعقة كبيرة من الطماطم المركزة باش تعطيني واحد اللون للشربة سافي وغادي نفرغ هاد الكيمية ديال السلسة او السرسة ديال مطيشة وغادي نزيدوا شوية ديال كيمية ديال الماء لان ما كنبغيشي الشربة يكونوا تقالين بزاف فهي ديك الكمية ديال الخضراء اللي شاهدتوا معايا جاتني تقيلة شوية فاضفت واح الكمية ديال الماء وغادي نخلي الشربة ديال حتى تغلي عاد نضيف لها من بعد الشعرية كيف ما غادي تشاهدوا معايا هنا يا بالنسبة القطع ديال الدجاج غادي نحاول نقطعهم الى قطع صغيرة كيف ما كتشاهدوا معايا نحيد العظم نخلي فقط غير اللحم او اللحمة ديال الدجاج ونحيد ديال العطام ديالهم سافي ونضيف ديال القطع ديال الدجاج للشربة ونخليها كيف ما اتكرت معاكم حتى تطلع فيها الغالية عاد نزيد واح الكمية ديال الشعرية وكثكون عنا الشربة ديالنا الصبح الجاهزة فهنا يا غادي نضيف الشعرية كيف ما اتكرت معاكم اني استعملت تقريبا واحد نصف كأس من الشعرية وغادي نخليها الطيب يعني غير الوقت اللي غادي تطيب لي فيديك شعرية اما كل شي عندي طيب الخضرة طيبة كل شي طيب ما كتاخد شي بزاف ديال الوقت تقريبا واحد خمس دقائق سوف ينطفع للشربة ديالي كتكون صبحت جاهزة ننتقل باش نحضر معاكم فطائر المقلة او المقلات او بما يسمى عنا بالمخنفر عندي كأس ونص من السميدة الرقيقة اللي كنحضر بها الحرشة وبسبوسة ما يعادل مئتين جرام كأس ونص من الدقيق الابيض اي الطحين ما يعادل مئة وخمسين جرام ملعقة صغيرة من خميرة المعجونة خميرة ديال الخبز او خميرة الفورية ملعقة صغيرة من السكر الخشن اي سكر سنداء ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من خميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر ما يعادل واحد سبعة جرام كناخد جميع المكونات كنوضع مفوح الاناء ما عادة ديال الخميرة ديال الحلويات اي بيكين بودر ديال ملعقة صغيرة ما يعادل سبعة جرام كيفما اذكرت معكم حتى الاخر عاد كنضيفة وهناي عندي ماء دافئ غادي نستعمل خمسمية ميلي لتر ما يعادل ثلاث كؤوس من كأس ديال العنبة غير هو الكأس ما كنتشي كنعمره بزاف عندما كتشاهدوا معايا ثلاث كؤوس ما يعادل خمسمية ميلي لتر او نصف لتر من الماء الدافئ الكمية اللي اخدت لي انا كتبقى على حسب انتو معاو الكمية اللي غادي تستعملو ديال الطحين والسميدة سافي كنخلط في اللول بطره باليده ويمزيال مكونات مع بعض من بعد غادي نتحل كل جيدا بهاد المكسوغ او هاد الالة الكهربائية كنتحنوه مزيان اخواتي حتى كي بديع من هاد الفقاعات اللي كتشاهدوا معايا من بعد اخر شيء كنضيفوه يديك الملعقة صغيرة من خميرة ديال الحلويات اي بيكم باودر كنتحنوه تحنوه غير خفيفة اصافي وكيكون هدا هو القوام ديال الخليط ديال المخنفر اللي كنحصلو عليه قوام لي هو تقيل شوية على القوام ديال البغرير العادي ومن بعد من اللي غادي نخلي وهي يختمر فهو كيزيد يتقل وبسرعة كيختمر اخواتي ما كيخدش مدة طويلة انا اخدلي نصف ساعة دابل جو شوية بدك يسخن فاخدلي نصف ساعة كنغطي بالبلاستيق غدائي بوح المنديل ونتركوه جانبا حتى يخمر ويضاعف الحجم دياله رجعت دابل البطاطيس من بعد ما طابت خرجتهم للفرن انا استعملت حباتلي هما متوسطين فما اخدوشي مني بزاف ديال الوقت في الطياب او كيفما اذكرت معاكم تقدروا سلقوه من نصف سلقة يعني تطيبوه من نصف طيبة في الماء ومن بعد تعملوه من نفس الطريقة تلويهم ودخلوهم للفرن يكملوا الطياب ديالهم هنا انتم ما شاهدتم عيام بعد ما جربتم بواحد العود خشبي كان حل وحده كان فتحه بالسكين كان بداء بواحد ملعقة يعني نهرس او نمعس ديال البطاطا من داخل غدي نضيف للملح طبعا ورشة خفيفة من الفلفل اسود اي لبصار باش كتجي الديدة من داخل بالنسبة لمكونات اللي غدي نحشي بهم البطاطس عندي هنا يا جبن مبشور سعمل جبن احمر اي جبن ايضام كيميا ديال المورتاذيلا اي كاشير اللي احتهي حكيته كيميا ديال زيتول الاخضر وعلبتين من التونة اي الطون وعندي الجزر اللي كيكون مخلل استعملوا تقدروا تستعملوا غير الجزر اي خيزه عادي حكوه وضيفوا له كيميا ديال البلح وكذلك غدي نستعمل كيميا ديال كورنيشو اي الخيار المخلل واحد البيضة سلقته احتهي غدي نضيفه اي مكونا بغيتو تستغنوا عليه استغنوا عليه اخواتي واي حاجة بغيتو تضيفها ضيفوها انتم هنا اي ضيف تماموا اي الصغير في السلسة الحرالية يصبع الاختيارية.Acook إضاف impressive جزر المشور مجر cosmetic هي حى تسبب ضيفة جزر الغل حكوه اي الجزر الكي الآخر للاهظات الحسكف الأصول الت eveningsاً rabbi م inspiring واضط bleedy مصير البيضة من قلب صغيرة من زيط أزباد او الزبدة فكيبقى لكم الاختيار اذا ما بغدوا شي تستعملوا المايونيز صافيم بعد مهرس او عجد ديك البطاطم زيان مع ديك الجبن يعني حتى كان حاصلوا الوحل بوري ديال البطاطس من بعد غدي مبدا نزيد المكونات اللي شاهدتوا معايا بيض مسلوق وكذلك الجزر انا استعمل جزر مخلل اي خزو او جعدة اللي كيكونوا مخللين وزيت الخيار المخلل والزيتون ومرتادلة اي كاشير والتونا اي الطون واحدة كمية بسيطة وهناي عندي كذلك اخواتي البربا اي الريمولاتشا او الشمندر اللي سلقتها وحكيتها ضيفت لك كمية ديال الملح و الخل ديال الطعام سافي وستعملتها تقدروا تستعملو حتى الريمولاتشا اي البربا او الشمندر اللي كتكون مخللة اذا بغيتو يعني تشريوها هيدك سافي اخر شي كنضيفو هي الجبن الاحمر وزينت بالزيتون باش غدي نرجع شوية للفورن حتى يقرب ادال المغرب وغدي نرجع شوية للفورن باش ديال الجبن كيدوب غدي نصمر بنفس الطريقة هنا اضيفت السلسل حرام على الملح وفلفو الاسود هنا عندي المايونيز اللي اذكرت معاكم انا نسيته الصافي في الاولى تقدروا تستبلو المايونيز بملعقة صغيرة من زيت الزيتون او ملعقة صغيرة من الزبدة كنهرس او كنعجل بتطم زيان معاديك الجبن حتى يدوب وكيتعلق من بعد غدي نضيف المكونات اللي شاهدتوا معايا البيض الجزر المخلل اي خزو مورتاذيلا اي كشير الكورنيشو اي الخيار المخلل زيتون الاخضر والتونة اي الطون وغادي نضيف هاد البربة اي الشامندر او الريمولاتشا والجبن اخر شي وغادي نزين بالزيتون سافي وكن نرجع اخواتين نشدهم بهذا الورق ديال الالمونيو كيش المنظر ديالهم مزيون كل واحد كيوزو حيدة دياله سافي كيف ما اذكرت معاكم غادي نخلي بهذا الشكل هذا حتى يقرب ادل المغرب نرجعهم شوية الفرن غين من الاعلى غير باش يدوب ديك الجبن على الوجه ديالهم رجعت دبا الخليط ديال الفطائر ديال المقلة اللي حضرت معاكم او المخنفر هانتو ما شهدتو معايا القوان دياله كيفاش كي تقل وكي خمر يعني من اللي تشوفوه بانا رجع تقريبا كيعمل ديك الرغوة بزاف على الوجه دياله سفي يكون خمر معانا دا بغادي مضان طيبو خضيت كيميا ديال الزبدة اللي تقدرو تستبلو غير بالزيت زيت زيتون او زيت نباتية اذا ما بغتوش تستعملو الزبدة انا كي عجبني نحضرهم بالزبدة كد عجبني المضاق ديال الزبدة فيهم فكند هالمقلة ديالي ده نخفيفة بالزبدة كنوضع كيميا ديال الخليط ديال المخنفر او هاد الخليط ديال هاد الفطائر فغير كاتبدة نشوف شوية من الوجه دياله كان اخوذ كيميا ديال الزبدة اما تدوبها او تستبلو الزبدة بزيت كيفما اذكرت معاكم كانوضع كيميا في الوجه دياله يعني ضروري كانرشو شوية ديال الزبدة في الوجه دياله وكانقلب الفطيرة سافي باشحت الوجه دياله كيتحمر وكي يخد هذا اللون فهاد الزبدة كتعطيه واحد المعداق من الفطائر وكدلك تعتهم واحد اللون اللي كي يجراء رائع فيهم فأي وحدة قبل ما كان وضع الخليط ديال المخنفر كان دهل المقلة ديالي للزبدة كان وضع كمية ديال الخليط على حسب السمك ديال او كيفاش تبغيوهم انتوما واش غلاطين او رقاقين انا عملتم متوسطين بغيتهم انتوما غلاطين بززاف قد يتعملوا كمية كتير ديال الخليط كيجو غلاطين وكيجو احتهم مزيونين صافي هنا يبدت كان طيب لان صافي اقترب ادال ديال المغرب طيبت الاجنحة ديال الدجاج كذلك البطاطس ديالي دخلتم الفرن بجدب ديال الجبن من الوجه ديالهم بالنسبة الاجنحة ديال الدجاج اخواتي انا ما كان غطيهم شي كان خليهم هيدك حييتهم ديال البلاستيك غدائي اللي كنت غطيتهم بهم في اللول دخلتم في الوسط ديال الفرن على درجة حرارة 200 درجة النار من الاعلى ومن الاسفل كيفما اذكرت معكم ما ياخدوش مدة طو تحليه زيين للوجه دياله باللوز كونكسي اي اللوز مهرمش ونهي الشربة ديالي كيفما كتشاهدوا معي كيكون هذا القوام دياله كتجي لديدة بزاف وهالتيراميسو كي يجي لديدة بزاف جميع المكائد للاطباق اللي تقسمت معكم نتمنىكم تجربوهم ويعني نبدلو شوية نغيرو شوية من المعتاد الفطائر والعجين فمرة مرة كنحاول يعني حتى انا كنت شاهدوا الاطباق هادو فكنحضروا من الاطفال ديالي وكنت قسموا معاكم سعفيني كيفما شاهدتم معي عملت كل شي في الاطباق دياله وهنا يعني المخمفر كيجي رائع شاهدوا معي من الداخل كيجي كامل فقاعات انا كيعجب لي بزاف اخواتي يعني كنفضلوا على المسمن او الرغيفات وكذلك على البغرير كيجي رائع وخاك يبقى يعني اليوم تالي فكيبقوا مزيونين كيكونوا هادو ما الاطباق ديال اليوم والاقتراحات ديال اليوم نتمنى يربي يكونوا افادكم ونتمنى يربي يكونوا عجبكم اذا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوني شي كيفما العادة اخواتي بليلايكات ديالكم تعليق الجميلات بارتاجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم احبكم في الله واشركم بروكة وإلى الفيديو القادم ان شاء الله تهلا وليفرسكم واسلامة